السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم الفيديو جديد على قناة نصر الزراعة الاسطح الفيديو ده ان شاء الله هعرفكم ازاي تخلو نبات الصبار اللي زي ده عندكم يطلع خلفات كبير كتيرة جدا زي كده وده احد فيديوهات سلسلة رمضان يجمعنا هخلي النبات بتاعك يطلع خلفات كتيرة زي كده بدون ما يعني ما تحط له اسمدة او تحط له مبيدات او اي حاجة تخليه يطلع لوحده بشرط واحد توقف على المية يعني تقعد مدة كبيرة ما تسقهوش انا قعدت شهر او شهر ونص تقريبا ما سقهوش شوفوا طلع معي قديه طلع قد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر تقريبا طلع خمستاشر خلفة جديدة تمام طلع خمستاشر خلفة جديدة انتم متخيلين العدد؟ خمستاشر خلفة جديدة مع نبات واحد في قصيص ضعيف جدا قصيص صغير جدا يعني مش في جرد الكبير وطلع خمستاشر واحدة جنبية اكيد دول طبعا انا هفردهم يعني مش هسيبهم زي ما هم هاخد كل شتلة وحطها في قصيص لوحديها ولكن لما تجبر وتشد حيلها شوية تمام؟ فهي الحاجة اللي خليها تطلع خلف كتير كده هي ان انا عطشتها تقريبا شهر ونص تمام؟ فهي لما فهي لما الشجرة بتعتش بتقولي بقى انا هموت فبتطلع اولادها تمام؟ بتطلع اولادها علشان لما تموت يبقى اولادها خليفة ليها تمام؟ هو النبات ده ماشي بالاسلوب ده تمام؟ وبخصوص فيديوات الزراعة اللي انا قلتلكم على الفيديو اللي فات فيديوات الزراعة اللي هي يعني انا هزرع النباتات الصيفية وكده فانا ما نزلتش فيديوات زراعة زراعة النباتات الصيفية علشان لسه المعاد مجاش لسه قدامها تقريبا 10 ايام او 15 يوم فانا مش هزرع قبل المعاد علشان ما ينفعش الشجرة هتموت لو زرعتها قبل المعاد او مش هتسمر اسمار كويس لو زرعتها قبل المعاد فلحد المعاد ما ييجي انا هتكلم معكم في شوية اسمدة شوية مبيدات شوية مثلا اكسر نباتات وكده لحد ما ييجي مواعيد معاد الزراعة المناسب وانزل ان شاء الله فيديوات الزراعة كاملة تمام فباختصار كده عايز تخليها تجبر كده تطلع خلفات كبيرة جدا كده عطاشها لمدة كبيرة بس كده ده كان فيديو النهاردة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفكير زر الجرس الرمادي لا سألكم كل جديد ان شاء الله واذا بتعنى في كل فيديو ازرع فالدنيا نمت على الزراعة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نشهد ان لا اله الا انت ما استغفر قناة بولايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا